فيديو النهاردة فيديو مهم جدا هكلمك فيه عن كل الموديلات الجديدة بتاعت الشهات سامسونج لسنة الفين واربعة وعشرين وههعرفك الترتيب بتاعهم من الافضل للاسوأ او الترتيب بتاعهم على حسب المواصفات والمميزات اللي بتقدمها كل شاشة او كل موديل فيهم. بس يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان ان شاء الله هيكون في لسه فيديوهات عن بقية الشهات من شركات تانية زي ال جي وتي سي ال وهي سنس وسوني فمتنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان توصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة اول ما تنزل واريت متنساش دعم القناة عن طريق خاصية او شكرا من الزرار بتاع تانكس اللي تلاقيه موجود تحت الفيديو. في البداية عايز اعرفك ان ده مش اول فيديو طبعا هتكلم فيه عن الموديلات الجديدة للشهات سامسونج لسنة الفين اربعة وعشرين لان انا كنت من اول الناس اللي تكلمت عن الموديلات الجديدة لما عملت التغطية بتاعت معرض سي اس الفين اربعة وعشرين للتكنولوجيا فالفيديو ده كان فيديو حلو قوي هتلاقي فيه كل الموديلات برضو تكلمت عنها وكمان اتكلمت عن كل وكل الاختراعات الجديدة بتاعت سامسونج فهسيب لك رابط الفيديو ده في اول تعليق تقدر انك تتفرج عليه او ادخل يعني قلب في القناة تلاقي فيه فيديوهات كتير جداً اتكلمت فيها عن الشهات التلفزيون تقدر برضو تتفرج عليها وتستمتع بيها ولكن فيديو النهاردة زي ما قلت لك هكلمك فيه عن الترتيب بتاع كل الموديلات دي بعد مع عرفنا كل المواصفات بتاعتها والموائزات بتاعتها والشهات بتاعت تنتشر في الاسواء فاعرفك الترتيب بتاعهم من الافضل الاسواء او الترتيب بتاعهم على حسب الموائزات والمواصفات اللي بتقدمها كل شاشة كمان لو حاب انك تشتري اي شاشة منهم فهسيب لك الرابط بتاعت الشراء كلها موجودة في او في صندوقات في الفيديو تقدر انك تدخل على اللينكات دي وتشتري منها على طول كمان مش عايزك تنسى تتبعني في اللايف او البث المباشر اللي بتديت اعمله على القناة هنا على اليوتيوب كل يوم تلات الساعة تسعة وبجاوب فيه على الاسئلة بتاعت كل المشاهدين فياريت انك تابع البث ده معايا كل يوم تلات الساعة ان شاء الله ودلوقتي بدون ما طاول عليك هبتدي بارخص واقل موديل موجود في الشات بتاع التلفزيون السانية دي وهو موديل ال فئة الاقتصادية وهي الفئة بتاعت الكريستال والفئة اللي بعدها على طول اللي بتكون اغلى شوية وبتقدم جودة صورة افضل وهي فئة الشتكيولت اما تالت فئة اللي بتكون الفئة الاعلى سعرا شوية وبتكون الفئة اللي هي فوق المتوسطة بشوية ودي بتكون الفئة بتاعت الشاشات الميني ليد واعلى فئة في الشات تاعت سامسونج على مستوى جودة الصورة بتكون هي الشات اللي لسه اكلمك عنها بالتفصيل دلوقتي ولكن خليها نرجع مرة تانية لشاشة سامسونج الديو سبعة تلاف والشاشة التانية وهي الديو تمن تلاف الشاشتين دول بيكونوا من اقل فئة من الشات بتاعت سامسونج زي مولتلك دلوقتي الفئة الاقتصادية اللي هي الفئة بتاعت الكريستال الاتش دي. فهتلاقي ان الشاشتين دول بيجوا بنفس البروسيسور او بنفس المعالج اللي بيعتبر واحد من اهم المكونات الموجودة في شاشة التلفزيون وهو معالج الكريستال الاتش دي بروسيسور. وطبعا الشاشتين دول بيكونوا بدقة زي بقية كل الموديلات اللي انا هتكلم عنها في فيديو النهاردة كل الموديلات اللي هتكلم عنها هتكون بدقة والشاشتين بيكونوا متوفرين بمقاسات بتبتدي من التلاتة واربعين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة. ولكن هتلاقي ان موديل الديو سبعة تلاف مقاس الخمسة وخمسين بوصة مسلا سعره بيكون في حدود التلاتة وعشرين الف جنيه على موقع سامسونج او حوالي الفين ومتين ريال سعودي او تلتمائة وتمانين دولار امريكي. ولكن موديل الديو تمنتلاف هتلاقي ان سعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة فيه بيكون اربعة وعشرين الف وخمسمية جنيه يعني اغلى حوالي الف وخمسمية جنيه من موديل الديو سبعة تلاف. وهتلاقي ان سعره بالريال الفين وستمية ريال سعودي يعني اغلى حوالي ربعمية ريال من موديل الديو سبعة تلاف. وسعره بالدولار الامريكي بيكون حوالي خمسمية دولار يعني اغلى حوالي مية وتلاتين او مية وعشرين دولار من موديل الديو سبعة تلاف. فترى ايه السبب في فرق السعر مبين الموديلين او ايه السبب اللي خليني ادفع الف وخمسمية جنيه زيادة في موديل الديو تمنتلاف فهقولك على كل الاختلافات دي دلوقتي ولكن طبعا مش هقولك عن التفاصيل الاوي يعني مش هتكلم بالتفاصيل الاوي عن كل الاختلافات ولكن هقولك اهم الاختلافات بس عشان ميبقاش وقت الفيديو طويل اوي طبعا اول حاجة هتلاقيها مختلفة بين موديل الديو تمنتلاف والديو سبعة تلاف على مستوى التصميم الخارجي هتكون هو في التصميم بتاع الشاشة نفسه يعني هتلاقي ان موديل الديو سبعة تلاف بيجي بتصميم سلم لوك. ولكن موديل الديو تمن تلاف بيجي بتصميم اير سلم. ولو بصيت على الموديلين من قدامها هتلاقي ان الموديلين شبه بعض تقريبا نفس شكل الرجول ونفس شكل الفريم الخارجي باستثناء ان موديل الديو تمن تلاف بيجي باللون وموديل الديو سبعة تلاف بيجي باللون الاسود. ولكن الاهم من كده انك لو بصيت على الشاشتين دول من الجنب هتلاقي ان موديل الديو تمن تلاف اللي بيجي بتصميم بيكون حجمه ارفع بكتير جدا من موديل الديو سبعة الاف اللي بيكون بتصميم وطبعا النقطة دي بتكون من النقطة المهمة جدا لو انت بتفكر انك تعلق شاشة التلفزيون على الحائط بالاخص لو قدرت انك تشتري لها او حمل الحائط اللي هو اللي بيخلي المسافة صفر ما بين الشاشة وما بين الحائط فلو انت بتفكر انك تشتري ده او لو انت بتفكر انك تعلق الشاشة على الحيطة فطبعا كل ما حاجم الشاشة هيكون ارفع ده هيديلها شياكة اكتر هيديلها يعني شكل انيك اكتر ويمتعلق على الشاشة اكتر من الشاشة التخينة فدي طبعا هتكون نقطة مهمة جدا في الاختلاف في التصميم الخارجي ما بين الشاشتين تاني اختلاف ما بين موديل الديو سبعة تلاف والديو تمنتلاف على مستوى جودة الصورة هيكون في ان موديل الديو تمنتلاف بيدعم تقناة الديناميك كريستال كولر ولكن موديل الديو سبعة تلاف بيدعم تقنية البيور كالر. ولو شفت الشاشتين وهما شغالين جنب بعض على نفس المحتوى هتلاقي ان موديل الديو تمنتلاف ممكن تبقى الالوان بتاعته ازهى وانقى بشكل بسيط من موديل الديو سبعة تلاف. لكن مش هتلاقي ان فيه فرق كبير على مستوى جودة الصورة مبين الشاشتين. يعني لازم تشوف الشاشتين شغالين جنب بعض على نفس الحاجة عشان تقدر انك تفرق ما بينه. لكن غير كده هتلاقي ان جودة صورة ممتازة جدا في الشاشتين. ومش هتندم لو جبت اي واحدة فيهم. اما تلت اختلاف مهم ما بين موديل الديو سبعة تلاف والديو تمنتلاف بيكون في مداخل ومخارج الواصلات. وبالتحديد بيكون في عدد المداخل بتاعة اليو اس بي. اللي بتلاقيهم بيكونوا مدخل واحد بس يو اس بي في موديل الديو سبعة تلاف. ومدخلين يو اس بي في موديل الديو تمنتلاف. بالاضافة لكده كمان هتلاقي ان موديل الديو سبعة تلاف ما بيكونش في مخرج الصوت الاوبتيكال ولكن المخرج بتاع الصوت الاوبتيكال ده بيكون موجود في موديل الديو تمنتلاف يبقى انت كده عارفت ان موديل الديو تمنتلاف فيه مدخلين زيادة فيه مدخل يو اس بي زيادة وفيه مدخل الصوت الاوبتيكال او مخرج الصوت البصري ما بيكونش موجودين الاتنين دول في الموديل بتاع الديو سبعة تلاف ولكن غير كده هتلاقي ان بقية المداخل بتكون زي بعض اضافة لمدخل كابل اللان لو حاوب انك توصل الانترنت عن طريق كابل اللان مع دعم البلوتوث اصدار فايف بوينت تو والواي فاي فايف. فدي كده اهم الاختلافات ما بين موديل الديو سبعة تلاف والديو تمن تلاف. لكن غير كده هتلاقي ان الشاشتين زي بعض تقريبا في كل حاجة. الشاشتين بنفس النزام الصوتي اللي بيكون مقوة عشرين واط اتنين قناة. ولو بتفكر انك تستخدم الشاشتين دول في الجيمينج سواء مع البلايستيشن فايف او الاكس بوك سيريس اكس. فالشاشتين هيدو لك نفس تجربة اللعب بالزبط. الشاشتين بيكونوا بنفس معدل التحديث الخمسين هيرتز او الستين هيرتز على حسب الدولة اللي بتنزل فيها الشاشة. ولكن من الحاجات الجديدة والموائزة في الجيمينج في الموديلات بتاعت السنة دي ومش هتلاقيها في موديلات السنة اللي فاتت زي سيو تمنتلاف والسيو سبعة تلاف هو دعم او ولكن هتلاقي فيهم برضو زي موديلات السنة اللي فاتت. فلو انت دلوقتي محتر ما بين الموديلين فطبعا الموديل الدي وتمنتلاف هيكون هو الموديل الافضل لك سواء على مستوى جودة الصورة او على مستوى مداخل ومخارج الواصلات او حتى التصميم الخارجي ولكن في الاخر الموضوع هيرجع للميزانية بتاعتك لو انت ميزانيتك تسمح لك انك تدفع فرق الفلوس الزيادة مسلا الالف وخمسمائة جنيه في خمسة وخمسين بوصة يبقى عمل كده واشتري موديل الدي وتمنتلاف لكن لو انت الميزانية بتاعتك محدودة ومش تقدر تدفع الفرق بتاع الفلوس الزيادة فانا شايف ان موديل الديو سبعة تلاف هيكون كافي جدا لاستخدامك. ودلوقتي خليني اللي بقى الفئة اعلى في الشات تاعت سامسونج سواء على مستوى جودة الصورة او على مستوى جودة الصوت ويافة الشات الكيوليد. واللي بيميزل الشات الكيوليد ان هي بتحسن من درجات الالوان في الشاشة. يعني بتحسن من التباين بتخلي درجات اللون الاسود احسن. بتزود التركيز بتاع الالوان فبتحسن ان الشاشة الالوان بتاعتها ازهى وانقى من الشات اللي بتكون من فئة الكريستال الالترا اتش دي. والفئة دي في الشات سامسونج السنة دي بيكون فيها تلات موديلات اول موديل فيهم هو موديل الكيو ستين دي. والموديل ده بيكون بمعدل تحديث او ريفريش ريت ستين هيرتز او خمسين هيرتز على حسب كل دولة. الموديل التاني وهو موديل الكيو سبعين دي. وتالت موديل هو موديل الكيو تمانين دي. موديل الكيو سبعين دي والتمانين دي بيكونوا بمعدل تحديث مية وعشرين هيرتز وهكلمك عن النقطة دي بالتفصيل اكتر كمان شوية. ولكن دلوقتي خلينا نتكلم عن موديل الكيو ستين دي وموديل الكيو ستين دي هو اقل موديل في الفئة بتاعة الشاتل الكيو لد عند سامسونج او الارخصهم سعرا وده طبعا بسبب انه اول حاجة بمعدل تحديث ستين هيرتز زي مولتلك دلوقتي السبب التاني انه بيكون بمعالج الكوانتم بروسيسور اللي بيعتبر معالج اقوى شوية من المعالج الكريستال الترا اتش دي اللي موجود في الفئة اللي فاتت ولكن في نفس الوقت مش بقوة المعالجات بتاعت الموديلات اللي سهتكلم عنها دلوقتي. وطبعا اهم حاجة تبقى بتميز موديل الكيو ستين دي عن موديل الديو سبعة تلاف والديو تمن تلاف اللي اتكلمت عنهم دلوقتي هي جودة الصورة اللي بالتأكيد هتكون ازهى وانقى واوضح من موديل الديو سبعة تلاف والديو تمن تلاف. فلو انت محتر ما بين التلات موديلات دول فبالتأكيد موديل الكيو ستين دي هيكون هو الاختيار الامثل بالنسبة لك ولكن خد بالك ان الموديل ده مقاس الخمسة وخمسين بوصة فيه هيكون اغلى حوالي خمس تلاف وخمسمين جنيه تقريبا لان الموديل ده بيكون متوفر بمقاسات بتبتدي من اول الخمسين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة وسعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة تسعة وعشرين الف جنيه مصري. وعلى موقع سامسونج السعودية هتلاقي ان موديل الكيو ستين دي بيكون متوفر بمقاسات الخمسة وستين والخمسة وسبعين والخمسة وتمانين بوصة وسعر مقاس الخمسة وستين بوصة تلات وتسعمية ريال سعودي. اما بالنسبة لسعر الموديل ده بالدولار الامريكي فهتلاقي ان مقاس الخمسة وخمسين بوصة سعر وتمنمية دولار يعني اغلى حوالي تلتمية دولار من موديل الدي وتمنتلاف. فزي مقولت لك الاختيار طبعا الامس هل هيكون لموديل الكيو ستين دي ولكن الموضوع هيعتمد بشكل كبير على الميزانية بتاعتك هل تسمح لك انك تدفع فرق الفلوس الزيادة ده ولا لا. ودلوقتي تعالى بقى كلمك عن الفرق ما بين موديل الكيو سبعين دي وموديل الكيو تمانين دي. وعايز اقولك ان انت من اول الموديلين دول فانت كده بتبتدي في مرحلة جديدة خالص من الشات التلفزيون مع سامسونج. بمعنى انك هتلاقي ان موديل الكيو سبعين دي وموديل الكيو تمانين دي بيكونوا بمعدل تحديث او ريفرش ريت مية وعشرين هرتز. فطبعا الموديلين دول في الجيمينج هتقدر تستخدمهم سواء مع البلايستيشن فايب او الاكس بوكس سيريس اكس في انك تلعب جيمز بدقة الفور كي بسرعة المية وعشرين فريم بير ساكند. ولكن طبعا الشات تاعت سامسونج كلها مش بتدعم فهتكون دي نقطة ضعف الشات دي بالنسبة للاكس بوكس سيريس اكس ان هي مش بتدعم ولكن يعني اهم اختلاف ما بين موديل الكيو سبعين دي وموديل الكيو تمانين دي اول حاجة بيكون على مستوى جودة الصورة طبعا لانك هتلاقي ان موديل الكيو تمانين دي بيدعم والتكنولوجي دي باختصار بتعتمد على ان فكرة الشاشة بيكون فيها اضاءة خلفية فالشاشة عن طريق الخاصية بتاعت الفول بتقدر ان هي تتحكم في الاضاءة بتاعت الشاشة على اساس ان هي بتقسمها لمناطق بتطفي وتنور بشكل منفصل فبالتالي الشاشة بيكون عندها القدرة على ان هي تتحكم في الاضاءة بتاعتها بشكل افضل فانت لو بصيت على موديل الكيو سبعين دي وموديل الكيو تمانين دي على مستوى جودة الصورة هتلاقي طبعا ان موديل الكيو تمانين دي درجات اللون الاسود فيه بتكون احسن هتلاقي ان موديل الكيو تمانين دي او الوهج حوالين الاماكن اللي بتكون مضيئة قوي في الشاشة هيكون اقل من موديل الكيو سبعين دي لان طبعا الموديل الكيو سبعين دي بيجي بتكنولوجي الاضاءة من الحواف فهتلاقي ان فيه فرق في مستوى جودة الصورة بين موديل الكيو تمانين دي والسبعين دي هتلاقي طبعا الموديل الكيو تمانين دي جودة صورته افضل من موديل الكيو سبعين دي. لان كمان طبعا هتلاقي ان او اخص شدة لسطوع الاضافي اعلى من موديل الكيو سبعين دي. وبالتالي ده هيخليه ممتع اكتر مع مشاهدة المحتوى الاتش دي ار. مش بس كده لأ كمان بيكون في اختلاف ما بين الموديلين دول في المعالج. الموديل بتاع الكيو سبعين دي بيجي بالمعالج الكوانتم فور كي اللي كان موجود في الموديلات بتاعت السنة اللي فاتت. ولكن موديل الكيو تمانين دي بيجي بالمعالج الان كيو فور اي اي جين تو بروسيسور. اللي بيعتبر طبعا معالج اقوى من الموجود في موديل الكيو سبعين دي. فبالتالي ده برضو هيكون لي تأثير على جودة الصورة اللي هتكون افضل في موديل الكيو تمانين دي. وده بالاضافة كمان للاختلاف اللي ما بين الموديلين دول على مستوى جودة الصوت لانك هتلاقي ان موديل الكيو تمانين دي بيجي بنزام صوتي بقوة اربعين وات. يعني بيكون في سماعتين للصوت العام بالاضافة للاتنين سب اوفر. ولكن الموديل الكيو سبعين دي بيجي بنزام صوتي بقوة عشرين وات اتنين قناة. فبالتأكيد هتلاقي ان موديل الكيو تمنين دي في صوت بيز اعمق وفي صوت بيز اقوى من موديل الكيو سبعين دي وهتلاقي جودة صوته افضل بشكل عام من موديل الكيو سبعين دي. مش بس كده لا كمان بيكون فيه اختلافات على مستوى الجيمينج. اهمها ان موديل الكيو سبعين دي بيكون بيدعم الVR او مع الفريسينك بريميوم ولكن موديل الكيو تمانين دي بيدعم الVR مع الفريسينك بريميوم برو فدي برضو من النوات المهمة اللي ممكن تفرق معاك لو انت بتفكر انك تستخدم الشات دي في الجيمينج فبشكل عام افضل موديل هيكون موجود في الفئة بتاعة الكيو ليد هي الشاشة الكيو تمانين دي وزي ملتلك يعني الموضوع في الشيرة هنا طبعا الشاشة دي هتكون افضلهم سواء على مستوى جود الصورة او مستوى جود الصوت او الجيمينج ولكن سعرها هيكون غالية شوية فموضوع السعر هيكون هو العامل الرئيسي في اختيارك للشاشة دي لان الموديل الكيو تمانين دي بيكون متوفر في مصر بمقاسين فقط هما مقاس الخمسة وستين والخمسة وسبعين بوصة وسعر مقاس الخمسة وستين بوصة خمسة وخمسين الف جنيه اما في السعودية فبتكون متوفرة بتلت مقاسات هما الخمسة وخمسين والخمسة وستين والخمسة وسبعين بوصة وسعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة اربعة تلاف ريال سعودي او حوالي الف ومية دولار امريكي. اما بالنسبة للموديل الكيو سبعين دي فبيكون متوفر بمقاسات بتبتدي من الخمسة وخمسين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة ولكن للاسف الاسعار بتاعت مقاس الخمسة وخمسين والخمسة وستين بوصة ما كانتش متوفرة على الموقع وقت نشر الفيديو ولكن بالتأكيد سعرها هيكون ارخص من الكيو تمانين دي في حدود مسلا العشر تلاف جنيه او الخمستاشر الف جنيه لان في السعودية هتلاقي موديل الكيو سبعين دي بيكون متوفر بمقاسات بتبتدي من الخمسة وخمسين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة وسعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة تلات تلاف وستمائة ريال سعودي او حوالي الف دولار امريكي. وخلينا بعد دلوقتي نتنقل لمرحلة بريميوم او اغلى شوية في الشاشات بتاع التلفزيون سامسونج السنة دي وهي فات الشات اللي بتدعم تكنولوجيا الاضاءة الخلفية الميني ليد. وطبعا تكنولوجيا الاضاءة الخلفية الميني ليد هي نفس الفكرة بتاعت الاضاءة الخلفية للشاشة ولكن الفكرة هنا ان الاضاءة الميني ليد بيكون حجم اللمبة حجمها اصغر بكتير جدا جدا من حجم اللمبة الليد الموجودة في كل الموديلات اللي اتكلمت عنها دلوقتي. فطبعا ده بيخلي الشاشة بتقدر ان هي تتحكم في الاضاءة بتاعتها بشكل احسن بيساعد على ان قوة الاضاءة او اقصى شدة لستوع الاضاءة في الشاتل ميني ليد بيكون اعلى بشوية حلوين من الشاتل ال اي دي العادية بالاضافة لكده كمان هتلاقي ان الدرجات بتاعت اللون الاسود احسن في الشاتل ميني ليد وهتلاقي ان او الوهج حوالين الاماكن المضيئة اقل في الشاتل ميني ليد لان هي بيبقى عندها القدرة على ان هي تتحكم في الاضاءة بتاعتها بشكل احسن لان طبعا اللي حجمها اصغر بكتير جدا جدا ده بيخلي الشاشة فيها كمية لمبات اكتر او عدد اكبر من اللمبات كمان بيقدروا ان هم يخلوا التكنولوجيا بتاعت اللي تكلمت عنها دلوقتي في موديل الكيو تامانين دي بتلاقي هنا ان عدد بيكون اكتر ومقاسه اصغر فبالتالي ده بيخلي الشاشة عندها القدرة على انها تتحكم في الاضاءة بتاعتها بشكل احسن. والموديلات الموجودة في الشات سامسونج اللي بتشتغل بتكنولوجيا الاضاءة الخلفية الميني لد اللي هي المشهورة باسم النايو كيو لد هتلاقي عندك موديلين السنة دي اول موديل هو موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي وده بيكون الموديل الارخص سعرا واللي بيكون سعره اقتصادي اكتر والموديل التاني هو موديل الكيو ان تسعين دي. موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي هتلاقي متوفر في مصر بمقاسات بتبتدي من الخمسة وخمسين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة وسعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة خمسين الف جنيه مصري ولكن الموديل ده وقت نشر الفيديو ما كانش متوفر على موقع سامسونج السعودية فمش هادر ان انا اقول سعره ولكن سعره على موقع سامسونج امريكا بيكون حوالي الف وتلتمية دولار لمقاس الخمسة وخمسين بوصة اما بالنسبة للموديل الكيو ان تسعين دي فبيكون متوفر بعدد اكبر من المقاسات بتبتدي من مقاس التلاتة واربعين بوصة لحد مقاس التمانية وتسعين بوصة وسعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة خمسة وستين الف جنيه مصري او حوالي سبعة تلاف ريال سعودي او الف سبعمية تسعة وتسعين دولار امريكي. فبالتأكيد انت لحظت معادي الوقتي ان في خمستاشر الف جنيه فرق في السعر ما بين موديل الكيو ان تسعين دي وموديل الكيو ان خمسة وتمانين دي مقاسة الخمسة وخمسين بوصة او فرق سعر خمسمية دولار ما بين الاتنين. وده طبعا يعتبر فرق سعر كبير جدا ما بين الشاشتين. ولكن خلينا اقولك ان السبب في فرق السعر ده هو ان موديل الكيو ان تسعين دي هيكون بيدعم معدل التحديث او الريفريش ريت المية اربعة واربعين هرتز. ولكن موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي بيدعم معدل التحديث المية وعشرين هرتز بس. والنوطة دي هتفرق معاك بالتحديد لو انت بتفكر انك تستخدم الشاشتين دول كمونيتور للبي سي وتلعب جيمز من على البي سي على طول. لان طبعا البلاي ستيشن فايف والاكس بوكس سيريس اكس لحد دلوقتي اخص سرع اللعبة الجيمز عليهم بدقة الفور كي هي المية وعشرين فريم بير سكند بس. لكن الفكرة بتاعت انك تقدر توصل لمية اربعة واربعين فريم بير سكند مع دقة الفور كي دي نقطة مش هيوصلها غير بي سي ومش اي كمبيوتر كمان ده لازم يكون بي سي هاي اند يعني فيه كارت شاشة محترم تمن وسبعين تمانين الف جنيه مسلا لوحده. عشان تقدر انك توصل لمعدل اتراد ده. فلو انت بتفكر انك تستخدم الشاشة كمونيتور للبي سي في الحالة دي ممكن اقول لك انك تجيب موديل الكيو ان تسعين دي. طبعا كمان هيكون فيه فرق في مستوى جودة صورة وبين موديل الكيو ان تسعين دي والكيو ان خمسة وتمانين دي. هتلاقي ان موديل الكيو ان تسعين دي جودة صورته افضل من موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي. وده بسبب انه طبعا بيكون فيه عدد اكبر من وكمية اكبر من اللمبات. فبالتالي هتلاقي ان اقصى شدة لسطوع الاضاءة ليه اعلى من موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي. كمان هتلاقي ان التحكم بتاع الاضاءة فيه افضل هتلاقي درجات اللون الاسود احسن هتلاقي ان اقل في موديل الكيو ان تسعين دي اكتر من موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي. مش بس كده لأ كمان هتلاقي ان فيه اختلافات على مستوى جودة الصوت. لان الموديل الكيو ان تسعين دي بيجي بنظام صوتي بقوة ستين وات يعني بيكون فيه اربع سماعات للصوت العام بالاضافة لاتنين سابوفر مع سماعتين عشان يدولك الصوت الثلاثي الابعاد بتاع الصوت او الصوت ولكن موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي بيجي بنظام صوتي اقل بيكون بقوة اربعين وات فقط وبيكون بنظام صوتي فطبعا هتلاقي ان الموديل الكيو ان تسعين دي الصوت بتاعه مجسم اكتر وهتلاقي ان الصوت بتاعه اعلى هتلاقي ان الصوت بتاعه افضل بشكل عام من موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي. فدي كده الاختلافات الرئيسية والمهمة بين الموديلين دول. فلو انت محترم بين الموديلين دول وعندك القدرة على انك تدفع خمستاشر الف جنيه زيادة علشان تستمتع بجودة صورة افضل لو انت مسلا مش هتلعب جيمز وهتبقى بتتفرج على افلام ومسلسلات ففي الحالة دي اقولك هات موديل الكيو ان تسعين دي. لكن لو انت لعب الجيمز مش الهدف الرئيسي بالنسبالك او انك تستخدم الشاشة كمونيتور للبي سي وده الهدف الرئيسي بالنسبالك في استخدامها فالافضل طبعا انك توفر الفرق بتاع الفلوس ده وتجيب موديل الكيو ان خمسة وتمانين دي لان يعني على مستوى جودة الصورة في مشاهدة الافلام والبرامج والكلام ده او موديل الكيو ان تسعين دي هيكون صورته احسن ولكن مش احسن لدرجة ان ادفع خمستاشر الف جنيه فرق في السعر ما بين الشاشتين. انا ممكن اشتري مثلا بالخمستاشر الف جنيه الفرق في السعر دي وده هيعوضني في الفكرة بتاعت فرق جودة الصوت ما بين الموديلين وكمان هيبقى جودة صوته احسن من فكرة ان انت تشتري موديل الكيو ان تسعين دي وتعتمد على النظام الصوتي بتاعه. فبشكل عام الشاشتين ممتازين جدا ولكن الموضوع في الاختيار هنا زي ما قلت لك هيعتمد بشكل رئيسي على مزينياتك وعلى حسب طبيعة استخدامك للشاشة. وخليني بقى دلوقتي يكلمك عن فئة اعلى من الشات الميني لد على مستوى جودة الصورة بالتحديد وهي فئة الشات الالد عند سامسونج. وفئة الشات الالد عند سامسونج هي فئة جديدة من الشات يمكن نكون اول مرة نشوفها السنة اللي فاتت في الموديلات تحت السنة اللي فاتت لما شوفنا موديل الاس تسعين سي والاس خمسة وتسعين سي. والفكرة في الشات دي ان بتعتمد على ڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤڤ� الاس تسعين دي. وموديل الاس تسعين دي بيكون متوفر في مصر بمقاسين فقط هما الخمسة وخمسين والخمسة وستين بوصة وسعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة ستة وسبعين الف جنيه مصر. اما في السعودية فهتلاقي ان موديل الاس تسعين دي بيكون متوفر بمقاسين هما السبعة وسبعين بوصة والخمسة والتمانين بوصة وسعر مقاس الخمسة وتمانين بوصة ستتاشر الف ريال سعودي. اما بالنسبة للموقع سامسونج امريكا فهتلاقي ان موديل الاس التسعين دي بيكون متوفر بست مقاسات بتبتدي من الاتنين واربعين بوصة لحد التلاتة وتمانين بوصة وسعر مقاس الخمسة وخمسين بوصة الف وربعمية دولار امريكي اما بالنسبة للموديل الاس خمسة وتسعين دي فبيكون متوفر في مصر بمقاسين هما الخمسة وستين والسبعة وسبعين بوصة وسعر مقاس الخمسة وستين بوصة عليه خصم دلوقتي وبيكون حوالي خمسة وتمانين الف جنيه مصري لان الموديل ده كان سعره في الاول 134 الف جنيه وده اعتبر اغلى حوالي 24 الف جنيه من نفس المقاس 65 بوصة من موديل الاس 90 دي اللي كان سعره قبل الخصم 110 الف جنيه وبالنسبة للسعودية فموديل الاس 95 دي بيكون متوفر بمقاسات 65 وال77 بوصة وسعر مقاس 65 بوصة 11900 ريال سعودي اما على موقع سامسونج امريكا فهتلاقي ان موديل الاس 95 دي بيكون متوفر بتلات مقاسات هما الخمسة وخمسين والخمسة وستين والسبعة وسبعين بوصة وسعر مقاس الخمسة وستين بوصة 2700 دولار امريكي وهم حاجة تبقى بتميز موديل الاس 95 دي والاس 90 دي عن الموديلات اللي اتكلمت عنها دلوقتي اللي بتكنولوجي الميني لد هو طبعا ان هي بتدعم تكنولوجي الكيو دي او تكنولوجي الولد وبالتالي هتلاقي ان جودة صورتهم احسن بشكل عام هتلاقي درجات اللون الاسود عميقة وحقيقية هتلاقي درجات الالوان ازهى والصورة انقى واوضح من الشات الميني لد ولكن لو انت محتار ما بين موديل الاس 90 دي والاس 95 دي فانا رأيي طبعا انك تشتري موديل الاس 95 دي والسبب في كده اكتر من حاجة اول حاجة ان موديل الاس 90 دي كان المفترض ان يكون بتكنولوجي الكيو دي اولد ولكن اللي سامسونج عملته ان هي نوعت على حسب المقاسات يعني في مقاسات نزلتها بتكنولوجي الكيو دي اولد وفي مقاسات تانية نزلتها بتكنولوجي الاولد زي الشات ال جي مثلا فالفكرة هنا ان الموضوع ده انا ما قدرش اقول لك اي مقاسات فيهم اللي هتكون كيو دي اولد واي مقاسات هتكون اولد لان موديل الاس 90 دي بيختلف على حسب الدول اللي بتنزل فيها يعني في دول مقاسات بتنزل فيها الششة دي اولد وفي دول المقاسات دي بتنزل فيها كيو دي اولد فموضوع صعب ان انا اقرر لك فيه ويعني صعب ان اي حد يقوله لك فانا رأي انك تبعد عن اللاخباطة دي وتروح لموديل الاس 95 دي ولكن من المفترض المتعرف عليه دوليا يعني من المواقع اللي انا بتابعها ومن الاخبار اللي انا بتابعها ان مقاس ال42 بوصة وال83 بوصة دول بيكونوا بتكنولوجي الالد في الموديل بتاع الاس 90 دي والمقاس بتاع ال55 وال65 وال77 بوصة مفترض ان هما يكونوا ولكن زي مولت لك انا مقدرش اضمن لك الموضوع ده لان الموضوع ده بيختلف من دولة للتانية ولكن اللي اقدر اضمنه لك ان الموديل الاس 95 دي كل المقاسات بتاعته لان الموديل ده سامسونج اعلنت عنه بشكل رسمي في معرض سي اس الفين اربعة وعشرين وقالت كمان ان الموديل ده بيجي بالجيل التاني من البانيل بتاعت الشاتل اللي بيعتبر جيل متطور اكتر واحدث سواء على مستوى جودة الالوان او على مستوى او اخص شدة لستوع الاضاءة ابتدر الشاشة توصل لها فموضوع ان الموديل الاس 95 دي ده بيدعم تكنولوجي دي حاجة مضمونة في كل المقاسات ولكن يعني في موديل الاس 90 دي ما اقدرش اضمنها لك زي ما قلت لك ولكن خليني برضو اقول لك على اختلافات تانية مهمة وبين الموديلين دول زي مسلا ان الموديل الاس 95 دي هيكون بيدعم ولكن موديل الاس 90 دي هتلاقي ان مداخله مخارج الواصلات فيه بتكون في ظهر الشاشة عادي زي اي شاشة زي ما قلت لك دلوقتي ان هو بيكون عبارة عن بوكس او صندوق بيكون فيه كل مداخله مخارج الواصلات بتاعة الشاشة وده يعني بيعتبر نقطة تمايز شوية في الشاشة دي لانك بتقدر انك تخلي الواصلات بعيدة شوية عنها فموضوع بيبراجع لتفضيلك هل انت محتاج حاجة زي كده ولا لأ بالاضافة لكده كمان فكرة ان الموديل الاس 95 دي بيجي ده بيخلي ان الموديل ده فيه مساحة اكتر ان يتحطي في السماعات اكتر يعني هتلاقي ان موديل الاس 95 دي بيجي بنظام صوتي بقوة سبعين واط يعني بيكون فيه اربع سماعات للصوت العام بالاضافة لاتنين سابوفر مع سماعتين ولكن موديل الاس 90 دي بيجي بنظام صوتي بقوة اربعين واط فبالتالي هتلاقي ان موديل الاس 95 دي هيكون افضل لك في كل حاجة سواء على مستوى جودة الصوت سواء على مستوى جودة الصورة سواء على مستوى من داخل ومخارج الواصلات فبشكل عام هتلاقي ان موديل الاس خمسة وتسعين دي هيكون اختيار مناسب ليك اكتر او يعني يعتبر هو ده افضل شاشة على مستوى جودة صورة تقدر انك تشتريها من سامسونج السنين دي الوقت خليني بقى اكلمك عن اخر شاشة عن سامسونج انا ما تكلمتش عنها وهي موديل دا فريم طبعا موديل دا فريم من الموديلات المشهورة في شاشات التلفزيون بتاعت سامسونج اللي بيتميز بفكرة انه بيكون عبارة عن ليه برواز او اطار بيخلي الشاشة بتاعت التلفزيون زي انك معلق برواز على الحقيق بالزبط وطبعا بتقدر انك تختار براويز مختلفة باشكال مختلفة والوان مختلفة على حسب الديكور بتاع البيت بتاعك والشكل اللي انت عايز تعمله في البيت وبيجي لسؤال كتير في التعليقات هل نشتري شاشة دا فريم افضل ولا نشتري موديل زي مثلا الكيو سبعين دي او الكيو التمانين دي وفي الحالة دي خلينا اقول لك انك انت لو مش هتستفيد بميزة الفريم دي في حاجة او مش محتاجة في حاجة يبقى الافضل طبعا انك تجيب موديل زي موديل الكيو تمانين دي او موديل الكيو سبعين دي لان طبعا الموديل بتاع دا فريم دي تعتبر الشاشات اللي في مستوى يعني الشاشة بتاعة دا فريم موديل الكيو تمانين دي او السبعين دي يعتبروا الموديلات اللي في مستوى وتقدر انك تقارنهم معي ولكن في نفس الوقت بيبقى دايما موديل الكيو التمانين دي قوة الاضاء بتاعته اعلى هتلاقي موديل برضو الكيو سبعين دي قوة الاضاء بتاعته اعلى ولكن في الاخر يعني الموضوع هيبقى برضو معتمد على السعر هل موديل دافريم متوفر قدامك بسعره مسلا احسن ولا لا? لو سعره اقل من الموديلات اللي اتكلمت عنها دلوقتي ففي الحالي اقول لك ممكن تشتري موديل دافريم لكن لو سعره اغلب فرق كبير يبقى لو مش هتستفيد من المميزات بتاعت موديل دافريم داف حاجة يبقى الافضل انك تجيب شاشة عداية فبكده نكون غطيت لك اهم واشهر موديلات الشات التلفزيوني الجيدة بتاع سامسونج لسنة دي لسنة الفين اربعة وعشرين بالتأكيد هيكون في لسه موديلات ما تكلمتش عنها زي مسلا الموديلات اللي بدقة اتكي او غيرها من الموديلات اللي بدقة فوركي ولكن ده بسبب ان الموديلات دي يعني مش منتشر قوي في اغلب الدول ومش ناس كتير مهتمة بها فلو حب برضو انك تستفسر عن حاجة من الموديلات دي ياريت تكتب لي اسم الموديل في التعليقات او رقم الموديل في التعليقات وان شاء الله ارد عليك في اسرع وقت وانتنساش برضو انك تتبعني في اللايف بتاع يوم التلاتة الساعة تسعة عشان ده هيكون وسيلة اسرع لان انا ارد على السؤال بتاعك. واتمنى في النهاية ان الفيديو كون افادك فعلا ودلوقتي اتفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي قدامك واريت في النهاية متنساش اللايك والاشتراك في القناة ونتقبل الفيديو جديد ان شاء الله. سلام.